من الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد القضاء على داعش لا بد من القضاء على الفقه الداعشي المرجع الديني السيد علي السستاني يعدل فتوى جواز قتل الكفار وأخذ أموالهم وسبي نسائهم وذراريهم ويضيف شرطا جديدا بأن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي وليس بصورة حرة لأي فرد أن يقوم بذلك هل يحتاج السيد السستاني إلى مستشارين قانونيين أكفاء يعاونونه في دراسة الفتاوى ويوائمون بين الفقه القديم والقانون الدولي المعاصر بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله بعد القضاء على داعش لا بد من القضاء على الفقه الداعشي السستاني السستاني يعدل فتوى استباحة أموال ودماء وسبي الزراري الكفار ويشترط لذلك أن يتم بإذن الحاكم الشرعي ولكن من هو الحاكم الشرعي؟ لم يوضح السستاني ذلك هل هو الإمام المعصوم؟ أم المرجع الذي يصطلح عليه الآن بأنه الحاكم الشرعي؟ أصدر السيد السستاني خلال أسبوع واحد فتويين مستوحاتين من الفقه القديم ومتناقضتين مع الدستور العراقي والقانون الدولي المعاصر إحداهما تتعلق بجواز قتل الكافر المسالم وأخذ أمواله إذا أرض عليه الإسلام ورفض الاستجابة بما يذكرنا بفتاوى الفتوح والغزو باسم الإسلام وإجبار الناس على الدخول في الإسلام تحت بريق السيوف وقد حاول ترقيع هذه الفتوى باشتراط إذن الحاكم الشرعي وأيضا أن لا يتم ذلك يعني رفض الإسلام عن قناعة وليس تنفيذ القتل بصورة فردية يعني كان يفهم من الفتوى السابقة أن يجوز لأي إنسان أن يعرض على أي كافر مسالم ولا نتحدث عن المحاربين الإسلام فإذا رفض الإسلام يجوز قتله وأخذ ماله وسبي نسائه وذلك في جواب لاستفتاء جديد تقدم به موقع شفق العراقي وأما الفتوى الثانية فهي تكملة للفتوى الأولى عفوا وتتعلق بسبه ذرية الكافر واسترقاق نسائه طبعا بعد قتله وقد أجاز فيها السيد السستاني الاسترقاق بشرط أن يكون الاسترقاق بإذن الحاكم الشرعي وهذا نص السؤال والجواب من موقع شفق وقد نشرته في صفحتي على الفيسبوك السؤال التاسع السؤال نساء الكافر الحربي هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي وهل يجوز وطئهن قبل أن يسلمن ولو اشترى أو امتلك جارية غير مسلمة هل يجوز له وطئها الجواب لا يجوز وبما أن السؤال كان يدور حول الاسترقاق والوطئ دون إجازة الحاكم الشرعي فإن مفهوم هذه الفتوى أو مفهوم هذا الجواب أن يكون نعم يجوز فقد جاء الجواب مختصرا لا يجوز وهذا يعني الجواز إذا كان بإجازة الحاكم الشرعي وقد حاول مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السستاني أن يدافع عن فتوى الاسترقاق في التاريخ الإسلامي فقال في الحروب التي جرت على مرة الأصور تعرضت النساء إلى إبادات جماعية من قبل غير المسلمين ومثل هذا التصرف لا يرتضيه الإسلام فالمرأة لا بد أن لا تقتل من وجهة نظر الإسلام لكن إذا بقيت تلك النساء سائبات في الدولة الإسلامية بعد قتل أزواجهم يعني وهنا يحملنا فكرا منحرفا وعقيدة فاسدة فإن هذا يؤدي إلى انحراف المجتمع لكن عندما يوضعنا تحت ولاية رجل مسلم يختلف الحال ويكون سببا في دخولهن للإسلام بالإضافة إلى تأمين الجانب المعدي لهن فإنهن إن بقينا بدون ولاية لأحد يتعرضن إلى الفقر والاحتياج ثم هذا الحكم وهو الرقية سيكون سببا في دخول الأسرى إلى الإسلام عن طريق الرقية فبإسلامهم سيكون لهم حكم آخر وهو الخلاص من الرقية ولكن الحكم القديم طبعا حتى إذا أسلموا يكون رقيقا لا يشترط أن بس الوحدة تسلم أو الواحد يسلم أن يصبح حرا وكان مركز الأبحاث العقائدية قد حاول في جواب له عن سؤال لماذا لم يحرم الإسلام الرق أساسا حاول أن ينفي تشريع الإسلام للرق بالقول لا موضوع لذلك في العصر الحاضر وأن السؤال عن ملك اليمين فيه أدة أمور منها أولا لا بد من معرفة شيء وهو أن الإسلام لم يأتي بملك اليمين إلى الوجود إنما هو أمر واقع وموجود قبل الإسلام ولهذا لا يمكن أن يلام الإسلام على شيء لم يوجده هو ولم يشرقه أبدا نعم الكلام في إقرار الإسلام لذلك وسنتكلم عنه ثانيا إن إقرار الإسلام ملك اليمين يأتي بعد كونه موجودا في الواقع كغيره من الأمور التي كانت ساعدة في الجاهلية كشرب الخمر والطواف في البيت عرات ووجود الآلهة الجاهلية والأصنام في الكعبة وعليها وفي كل مكان وغير ذلك فلم يستطع الإسلام تحريم ذلك ومنعه ومحاربته في أول يوم بل انتظر الإسلام ذلك وبالتدريج قام بتهديب المجتمع ومنع المفاسد فيه وإجراء الأحكام الإسلامية وتطبيقها فلو نظرنا إلى تحريم الخمر مثلا لو وجدنا أنه استغرق عشرين سنة تقريبا وبثلاث مراحل وبعد السكوت عنه لسنوات وهكذا فملك اليمين هو عبارة عن شراء عبيد وإماء بأموال كبيرة للاستفادة منهم وتملكهم وخدمتهم فكانوا في الجاهلية يعاملونهم كالسلعة والحيوان ولا يحفظون لهم حقوقا ولا يجدون لهم اعتبارا مطلقا أما الإسلام فقد حفظ حقوقهم وأوصى بالإحسان إليهم وإطعامهم مما يطعم السيد والمالك به أياله وعائلته وكذلك إكساءه بل عدهم من نفس أهل البيت بيت المالك وجزء من عائلته فساوى بين السيد والعبد وحرم ضربه أو الإضرار به أو إهانته وجوز تزويجه وضمن حرية فكره وعقيدته بعد أن كان محتقرا ذليلا لا قيمة له فأتى له الإسلام بشيء لم يخطر بباله ولم يفكر به لحظة من قبل ولذلك قال الكفار من السادة إن محمدا قد أفسد علينا عبيدنا وساوى بيننا وبينهم ويجب أن يعلم أيضا بأن الإسلام يحترم أموال الناس الخاصة وبما أن ملك اليمين قد دفع مقابله أو دفع مقابله أموال كبيرة وكان ذلك مستشريا ومنتشرا في المجتمع وبشكل واسع جدا فليس من الحكمة ولا المصلحة أن يأتي الإسلام ويحرم التملك ويطلق العبيد من السادة جبرا وقسرا ويهدر أموالهم التي بدلوها في مقابل ذلك مع إسلامهم إسلامهم القريب وكذلك قد يؤدي فعل ذلك صد السادة والمالكين عن الإسلام بسبب هدر أموالهم الضخمة دون مقابل وكذلك يؤدي يؤدي ذلك إلى الفوضى الاقتصادية في المجتمع عموما ففعل ذلك ففعل ذلك أو الأمر به من المثالية وغير الواقعية وإشعال الحرب بين المالك والمملوك وإثارة الحرب ضد الإسلام والمسلمين ومشرع الإسلام فهو أمر غير صحيح ولا حكيم وفيه مفاسد عظيمة وبالتالي فإن ملك اليمين قد انتهى تدريجيا وها نحن اليوم وكذلك العصور والقرون السابقة لم نعد نرى ملك اليمين فقد قام الإسلام تدريجيا بالقضاء عليه وبالمقابل فقد جعل للأثق أجرا عظيما وكذلك جعل الأثق من موارد الكفارات ومن الغرامات والضرائب التي في قبال المعاصي كالقتل الخطأ أو الإفطار العمد في رمضان وما إلى ذلك وكذلك التي تنجب ولدا من سيدها بعد موت سيدها فكانت هذه الطريقة مقبولة ونظامية ومرتبة بحيث تقبلها العبيد والسادة ولم يعترضوا عليها وحققت المطلوب بأفضل صورة وأجود طريقة دون سخط أو اعتراض أحد ولا يأتي الاعتراض على ما هو موجود في تاريخ المسلمين من استمرار العبودية لمدة طويلة فإن ذلك كان بسبب نمط الملوك اللا إسلامي للخلفاء وتكريسهم لمثله في المجتمع أو لمثله في المجتمع المسلم فإن عدم تطبيق الإسلام بالصورة الصحيحة أدى إلى طول الفترة الزمنية لتحقيق الهدف الذي رسمه الشارع المقدس للقضاء على العبودية ولولا ذلك لكان القضاء على العبودية في الإسلام في مدة أكثر بكثير مما وقع ثالثاً أما بالنسبة إلى معاشرة الأمن فهي كالزوجة للمالك وكذلك إحساسها بأن سيدها اشتراها وبذل في مقابلها الأموال الطائلة وله الرغبة في معاشرتها يجعلها كل ذلك إلى أن تقبله والرضى به وعدم الاعتراض عليه خصوصاً بعد أن جعل لها الإسلام حقوقاً كثيرة في حفظ كرامتها وعدم إهانتها وامتهانها ومعاملتها كالزوجة الحرة واحترامها ولو نظرنا مثلاً إلى بائعات اللذة لوجدنا أنهن أحرار أو حرائر يعني لازم نقول لا عبيد وأنهن يملكن أنفسهن ولسنا ملك أحد ولكنهن مقابل ثمن بخص يسلمن أنفسهن لأي شخص كان يريد معاشرتهن فهل هذا مقبول عندكم وذاك غير مقبول فانظر أخي إلى الفرق الكبير بين هذه وتلك مع الفوارق الكبيرة فيما بين وضعهن وقيمتهن ومع ذلك فقد كفينا المؤونة في الدفاع عن ذلك بأنه لم يعد هناك ملك أمين في المجتمعات الإسلامية والحمد لله طبعاً هذا الكلام فيه مناقشة كثيرة نتجاوز هذه المناقشة ولكن خلاصة الكلام أنه الاستمرار العبودية كان بفعل الملوك اللا إسلاميين نجي إلى فتوى السيد السستاني الأخيرة ولكن فتوى السستاني تخالف ذلك التحليل والدفاع عن إقرار الإسلام للرك أنه كان شيء مؤقت واضطراري وما كان بإمكان الإسلام أنه يعني يقضي على الررك وإدانة استمراره في التاريخ الإسلامي بفعل الحكام لا إسلاميين كما قال مركز الأبحاث العقائدية السيد السستاني يأتي ليفتح باب الاسترقاق والقول بجوازه حتى في الوقت الحاضر والمستقبل ولكن بشرط أن يتم تحت إذن الحاكم الشرعي ولكن السستاني لم يوضح من هو الحاكم الشرعي هل هو الإمام المعصوم المعين من قبل الله من الأئمة الاثنية عشر حسب الثقافة الشيعية الإمامية القديمة أم هو المرجع الفقيه الذي يعتبره البعض نائبا عاما عن الإمام الثاني عشر الغائب وهو ما يصطلح عليه في الفقه الشيعي المعاصر بأنه الحاكم الشرعي الذي يسمي كل فقيه عادل من الحاكم الشرعي وإذا كان الأمر كذلك فإن فتوى السستاني تعني أنه يجيز دعوة الكفار المسالمين إلى الإسلام وقتالهم إن رفضوا الإسلام ثم استرقاق نسائهم وذرياتهم ونهب أموالهم وإن باب الاسترقاق لم يغلق في الإسلام هكذا تقول فتوى السستاني وإنما هو مفتوح إلى يوم القيامة وغني عن القول أن هذه الفتوى تشرعن ما قام به داعش من قتل الأيزاديين بعد رفضهم للدخول في الإسلام عند احتلال الموصل ثم استرقاق نسائهم وذريتهم ونهب أموالهم وهذه الفتوى تخالف الدستور العراقي والقوانين الدولية المعاصرة وإنها أخيراً تشوه سمعة الإسلام والمسلمين والشيعة والتشيع والعراق والعراقيين في الوقت الذي كان يمكن في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من المرجع الكبير السيد علي السستاني أن يحدث هذه الفتوى القديمة بفتوى جديدة مضادة ويركز على عدده لتوقيع اتفاقية دولية بتحريم الرق وتجريمه وذلك انسجاماً مع روح الإسلام في تحرير الناس وصون أعراضهم وأموالهم ودعوتهم للدين بالحسنة والحكمة والموعظة الحسنة ومن هنا أدعو إلى استعانة المرجعية الدينية بمستشارين قانونيين يرشدون الفتاوى ويساعدون المراجع في دراستها وتهذيبها وموائمتها مع القوانين الدولية والدستور الذي وقعت عليه المرجعية والسيد السستاني بالخصوص فكيف يكرر مكتب السستاني ربما هذه الفتاوى ويجيب باسم السستاني فتاوى تشرأ السبي والقتل واستباحة الأموال بالحقيقة الحوزة بحاجة إلى أن اتطور نفسها كثيراً ولا تبقى عاكفة على كتب صفراء قديمة وتحاول أن تجتهد اجتهاداً جديداً في هذه الأمور تنظر إلى المسطحة الإسلامية العامة وإلى القوانين الدولية التي تشكل اتفاقيات بين المسلمين وغير المسلمين في السابق كانت الحروب تتم بصورة يعني من طرف واحد يقتلون رجال ويسبون النساء ويأخذون أموالهم الآن القانون الدولي يحرم ذلك والمسلمون كل الدول الإسلامية وموقع على هذا القانون وعلى هذه الاتفاقيات الدولية أنه نحن نحترمكم وأنتم احترمونا لأنه الآن هنا المسلمون أيضاً في وضع ضعيف حتى لو كانوا في وضع قوي كان يجب عليهم هم أن يسنوا هذه القوانين الدولية ويشرعوها حتى يمنعوا استغلال الكفار للمسلمين وقتلهم والهجوم عليهم واستباحة أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم نحن في عصر جديد بحاجة إلى أن نفهم الإسلام فهم جديداً وهذا ما يخالف روح الإسلام يعني لو إجاء مرجع وقال أنه يجب الالتزام ومن الأفضل ومن الجيد ومن الواجب التوقيع على اتفاقيات جنيف بالنسبة للأسراء هذا شيء مفيد ويتفق مع روح الإسلام ولا يتعارض الإسلام لم يأتي لكي يسن الأبودية ويقننها إلى يوم القيامة كما قال مركز الأبحاث اللي هو تابع لسيستاني أنه كان ظروف وطرارية وناس أدم عبيد ومشترين وأدم مصارفين فلوسهم وما يقدرون يتخلون عنهم طيب الآن ما موجودين ما أدنى عبيد فلماذا نفتح باب العبودية من جديد لذلك أنا أدعو ما أعرف هذه الفتوى يعني صادرة باسم السستاني لذلك نعملها كأنها صادرة من السستاني أما أن يكون واحد في مكتب السستاني يكتب باسمه فهذه مصيبة عظمى حقيقة فتلك مصيبة إذا واحد يعني يكتب اسم السيد السستاني وباسم أي مرجع آخر المرجعية كلها في النجف خصوصا في إيران متطورة أكثر مواكبين العصور مواكبين الحياة وقوانين الدولية ولكن بالنجف لا يزالون هم يعتبرون نفسهم على هامش السياسة على هامش الدولة ويفتون كما يشاءون وهذا شيء خطير جدا نحن بحاجة إلى أن المراجع والفقهاء وطلاب الحوزة العلمية يتابعوا التطورات العالمية ويتابعوا الظروف الجديدة ويحاولوا أن يجتهدوا في هذه المسائل اجتهادا جديدا يرفع رأس الإسلام في العالم لا أن يخجلنا أمام بقية الشعوب وبقية الأمم والحضارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته